اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا يطرح سؤال ماذا حدث على الساعة الواحدة 11 دقيقة بتوقيت موسكو؟ هل اراد الامريكيون من خلال هذا التأهب الوصول الى ما لدى الروس من جهة؟ هناك اولا حوالي 27% الى حدود هذه اللحظة لا يعلم عنها العالم شيئا 27% من البرنامج النووي الروسي او ما يسمي بالاستراتيجي وغير النووي 27% منه لا يعرفه احد سوى الطاقم المقرب من فلاديمير بوتين اذا هذه نقطة اساسية للغاية ومحاولة الامريكيين الوصول الى اختراقات في هذه الاجواء وحالة التأهب النووي قائمة لماذا الحرب السيبرميتية والتأهب قائمة لدى روسيا العملية كلها ان الكريملين هو الذي يحاول الغرب الوصول اليه وهناك هجمات اعترف بها بيسكوف بان هناك هجمات على الكريملين لكن هذه الاجمات هي بالاساس الى حدود هذه اللحظة مثلا فبالنسبة لبوتين لا يوجد الان على الاقل في الكريملين المسألة الثانية انه يباشر شخصيا ما سمي بهذه الاجراءات الاستثنائية فاول من اخذ بها هو بوتين نفسه المسألة الثالثة ان لا امكانية اليوم لأي احد سوى لرئيس الاركان ووزير الدفاع وبوتين بعيد عن اي شخصية اخرى يعني ان الثالوث فقط النووي يساوي ثالوثا من الاشخاص بالنسبة على الاقل لما يسمى بين قوسين بالاسرار العسكرية ومن قرأ البيان سيتضح له ان هناك اولا العمل بالصواريخ والاستبدال عبر الطيران البعيد المدى وهذا يعني السلاح المنقول عبر الطائرات وثالثا وهذا هو المهم فإننا سنجد الشمال بحر الشمال والمحيط الهادي لا وجودة للمحيط الاطلسي لا حركة نووية ولا تأهبا باتجاه الاطلسي هذا هو الواضح اذا اهم شيء ان امريكا لم ترغب روسيا في اللعب من داخل حدودها النووية كل ما نعرف من شغرافيا الآن تختلف عن الخارطة النووية فالخارطة النووية تتحدث بالمحيطات وتتحدث بغيرها وتتحدث بآلاف الكيلومترات اذا هذا هو الامر الشديد الاهمية لان البيانة كان واضحا بان المثلث النووي لا يدخل ضمنه المحيط الاطلسي اي ضفتي الاطلسي لا على الجانب الافريقي ولا على الجانب الامريكي من الاتجاه الاخر فالمحيط عموما ليس فيه حالة طوارئ نووية اذا انتحال الطوارئ النووية موجودة في بحر الشمال على وجه التحديد يعني ان الذي يمسه بشكل شديد جدا جزء من بريطانيا والنورواج وهذه المنطقة وخصوصا للنورواج لماذا النورواج ولماذا ارسال رسائل نحو السويد لان هذه المنطقة هي التي يهتم اليها الآن بوتين اما بالنسبة لشرق اوروبا فكأنه حسمه بدخول اوكرانيا والذي فاجأه على وجه التحديد هي الاجراءات التي قادتها هذه الدول من باقي شرق اوروبا كان المهم بالنسبة اليه ان يندفع الجميع اليه لكنه اندفع الجميع عليه وهذا الذي وقع بالنسبة لبوتين الآن فاوكرانيا نفسها ولم يبتلعها بالشكل الذي كان يتصوره فكيف بالاخرين خصوصا بلغاريا التي بلغاريا بولونيا وايضا تشيخيا هذه الدول ماذا قال عنها التقرير الاستخبارات العسكرية الروسية قبل ساعة من هذا التسجيل قال بالحرف الواحد بان الميج 29 والسخوي 25 و24 اي السخوي التي اسقطتها روسيا ستعوضها هذه الدول من نفس السلاح حتى لا يقال ان هذا سلاح امريكي دخل انما من نفس العينة ومن نفس ما فقده الاوكرانيون سيعوضه البلغار ويعوضه اشقاءهم في كل من اسرباكيا وبولونيا ان كان هذا هو الرد فبوتين ليست لديه الشعبية الكافية في شرق اوروبا من اجل القول انه يمكن حسن الوضع يمكن حسنه مع الامريكيين فقط ولكن شعبيته على الارض خصوصا في هذه البلدان وبعد دخوله اوكرانيا فقد المانيا بوتين الذي كان مع الالمان اقرب الى بعضهم يتحدث لغتهم وكان ضابط استخبارات في المانيا الشرقية لديه كثير من الذكريات في هذا البلد فاليوم لا نجده الا انه خسر كليا المانيا وخسر معها وضعها الحيادي الان فيه قوة اكبر شرق اوروبا تساوي المانيا بوتين كل شرق اوروبا تساويها المانيا عندما نذكر جنوب المتوسط نذكره على اساس فرنسا ونذكر دائما المانيا والوضع الجيوسياسي لالمانيا الامبراطورية الجرمانية ولديها كامل الثقل في استعادته فورا بعد تخصيص هذه الميزانية الرهيبة لاعادة هيكلة ترسانتها العسكرية غدا سنجد ألمانيا القوية وهنا هذا هو الذي قد يحد حقيقة من روسيا لأن فرنسا أبعد وألمانيا الأقرب وهي راعية شرق اوروبا ولذلك فلابد من نووي ألمانيا هذا هو الأفق الذي أساسا لم يستوعبه بشكل أكبر المحللون الروس عندما تجرأ التاج البريطاني وقام بهذه المناورة مع أستراليا من الأقوى أستراليا التي ستصبح نووية أم ألمانيا إذن الواضح أنها ستكون ألمانيا إذن من الطبيعي أن الخارطة كان من الخطأ الذهابوا بها أبعد مما عليها ما بعد دونباس هذا خطأ الدخول إلى كيف كان ولا يزال خطأا جيوسياسيا نحن لا نتحدث إلا عن نظرة الألمان والتحول الجذري للسياسة الألمانية لم يتوقع الروس هذا التحول رغم أنه كان هناك إشارة قوية من بريطانيا في مصادمتها للصين حولت أستراليا إلى نووية فكيف لا تحول ألمانيا إلى نووية ببساطة شديدة الأمر هنا صعب جدا لأن منطق الأوروبي اليوم سيواجه النووية الذي يهدد به الآن الروس وهذا الذي سيعطي أفقا مفتوحا انتشار نووي من عدم انتشار نووي هذه أصبعت من القصص وكل النظام اليوم دفن بالنسبة للنظام العالمي الجديد إذن أهم ما نراه الآن خصوصا أن المناورة التي يقودها بوتين لديها خلفية ومعرفة هل هناك إمكانية الاختراق أيضا وبالنسبة للغرب فهو يجرب الاختراق وفي كل الأحوال فإن إمكانية الضربات الآن سيبرنيتية التي لم تدخل بشأنها الأمريكي وهذا واضح جدا لأن الروس أرسلوا رسالتهم في الثالوث النووي بأنهم لم يمسوا الأطلسي ولم يمسوه مسوا الهادي ومسوا غيره ومسوا ما تبقى لكن المحيط الأطلسي لم يقربوه لذلك فالأمريكيون لا شأن لهم بهذه الهجمة السيبرنيتية إذن الهجمة السيبرنيتية لا يريدها الألمان لا يريدها الفرنسيون قد يدعمها البريطاني ولكن من شرق أوروبا إذن شرق أوروبا هو الذي يريد أن يصل إلى هذا الثالوث إلى هجمة سيبرنيتية قد تكون من طرف الأمريكيين فوق هذه الأراضي لكن على العموم فإن الهجمة السيبرنيتية للساعة الواحدة الظهرا 11 يعني أن الأمر يتعلق بضربة استثنائية معروفة هذا يكشف إلى أي حد تريد شرق أوروبا أن تعطي الدرس درس أن أيضا التهديد بالنووي هناك السيبرنيتية وهذا شيء شديد للأهمية لأن ما يجري أخطر بكثير في الكواليس شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر